عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعها الأول بعد صدور القرار الجمهوري الذي تم بموجبه استكمال تشكيل مجلس إدارتها وجهازها التنفيذي وتقرر خلال الاجتماع تكليف الجهاز التنفيذي للهيئة بمراجعة كافة القرارات الإدارية والتنظيمية السابقة صدورها خلال الفترة الماضية وبتفعيلها وإعداد تقرير مفصل عنها والاستمرار في إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتداول مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الاجتماع في الجوانب الخاصة بتوعية الناخبين بأهمية الحرص على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باعتبار أن الاقتراع يمثل واحدا من أهم الحقوق الدستورية للمواطن فضلا عن طلب المعلومات والبيانات والإحصائيات اللازمة في شأن جوانب العمل اللوجستية الضرورية